موسيقى هل نجد في تاريخ الرسالات الإلهية نظير نموذج مثال واحد في تاريخ قوي أو ضعيف في تاريخ سني أو شيعي في أي تاريخ من التواريخ هل نجد في تاريخ الرسالات السماوية أن نبيا من الأنبياء أو وصيا من الأوصياء عينه نظام الشورى أكو نظير قل ما كنت بدعا من الرسل هذا النبي فقط سوى صلى الله عليه وآله آدم من الذي عينه الله داود من الذي عينه يا داود إنا مو الشعب إنا جعلناك خليفة في الأرض موسى صلى الله عليه من عينه هارون من عينه موسى أجل الناس قال أنا نبيكم هذا تعيين تنصيب من قبل الله ولكن من هو خليفتي تعالوا خلل نسوي شورى لتعيين الخليفة لا تعيين موسى يخاطب الله سبحانه وتعالى واجعل لي اجعل انت واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله هو الذي عينه في هذه الآية التي تلوناها وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ في آية أخرى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا موسى أربعين يوم راد يروح للطور هاي الصلاة اللي نقراها في ذا الحجة أربعين يوم جمع الناس هالشكل أيها الناس أنا أربعين يوم أروح فانتخبوا واحد منكم أو يقول ما يحتاج أربعين يوم خوه هي موشي أربعين يوم كل أو أربعين ليلة لاحظوا الآية وَوَاَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثلاثين وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قال للناس أنا أروح ثلاثين يوم أو ثلاثين ليل فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِلنَّاسِ سَعَالُوا إِنْ تَخْبُوا واحد هالشكل وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ وَأَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ أُخْلُفْنِي أنت الخليفة أَخْلُفْنِي أَخْلُفْنِي